اشتركوا في القناة هنا في هذه الصورة يجب أن نجلس جلسة صحيحة وأيضا في هذه الصورة يجب أن تلتزم الهدوء طيلة وقت الدرس وأيضا هنا يجب أن نستمع للمعلم حتى نتعلم وأيضا هنا يجب أن تشاهد المعلم هل أنت مستعد؟ هيا بنا في بداية الدرس دعنا نتعرف على أهداف الدرس أهدافنا اليوم هي أن يحدد الطالب الأجهزة الكهربائية التي تعمل بمصدر طاقة رئيسي وأيضا أن يحدد الطالب الأجهزة الكهربائية التي تعمل بواسطة البطاريات هيا بنا في البداية نحتاج بعضا من الأدوات وهي كتاب العلوم للصف الثاني وأيضا قلم حتى نكتب الملاحظات والمعلومات التي نريد أن نتعلمها وأيضا نحتاج إلى ممحة حتى نمسح الأشياء التي لا نريدها والآن تعلمنا سابقا أن هذا الجهاز يسمى أخبرني أحسنت الثلاجة هل شاهدت الثلاجة في المنزل؟ الثلاجة جهاز كهربائي بارك الله فيك يعمل بالكهرباء أيضا هذا أخبرني ما هذا؟ تلفاز أحسنت يا بطل أيضا التلفاز جهاز كهربائي بارك الله فيك وانظر هنا هذا جهاز كهربائي أحسنت يا بطل يعمل في الكهرباء والآن عزيزة صالب هذا وهذا وهذا أجهزة كهربائية تعمل بالكهرباء بارك الله فيك والآن انظر إلى هذا الرجل هو جالس في البيت في غرفة الجلوس شاهد ماذا يفعل هنا؟ ماذا فعل؟ أضاء المصباح المصباح جهاز كهربائي بارك الله فيك انظر له سلك كهربائي كما تعلمنا إذن هذا المصباح له سلك كهربائي هيا بنا نشاهد أيضا هذا تلفاز بارك الله فيك أيضا هذا التلفاز له سلك شاهد هذا السلك أين يدخل؟ ماذا يسمى هذا الشيء؟ هنا سنتعرف على ذلك اليوم هيا بنا، شاهد هذه السورة هذا مقبس الكهرباء أحسنت يا بطل هذا يسمى مقبس هو المكان الذي نضع فيه سلك الكهرباء انظر هنا، هذا مقبس الكهرباء هو المكان الذي نضع فيه سلك الكهرباء كي يعمل هذا الجهاز الكهربائي إذن هذا سلك الكهرباء وهذا المقبس كما تكلمنا انظر هنا كيف يعمل هذا انظر هذا المصباح يعمل عندما نصل سلك الكهرباء في المقبس انظر، فيبدأ بالعمل تعمل بعض الأجهزة بواسطة مصدر كهرباء رئيسي كيف ذلك؟ هذا هو مصدر الكهرباء الرئيسي هذا مصدر الكهرباء الرئيسي الأجهزة التي نقوم بإيصالها بإيصال السلك في المصدر الكهرباء الرئيسي هي أجهزة تعمل بمصدر كهرباء رئيسي إذن الأجهزة التي لها سلك تعمل بمصدر كهرباء رئيسي والآن شاهد هذا المصباح وهذا مقبس الكهرباء انظر هنا هذا مصباح نريد أن يعمل هذا المصباح كيف؟ هذا سلك المصباح نضع هذا السلك في مصدر الكهرباء الرئيسي نضعه في المقبس هنا انظر عند ما وضعناه أعمل المصباح فأضع المصباح إذن هذا المصباح يعمل بمصدر كهرباء رئيسي لأن له سلك وضعه في المقبس لذا عزيزي الطالب عندما نضع السلك في المقبس فإن هذا الجهاز يعمل بمصدر كهرباء رئيس كرر ورائي يعمل بمصدر كهرباء رئيسي هذا المصباح له سلك وعندما نضع هذا السلك في المقبس فهنا يعمل بمصدر كهرباء رئيسي والآن شاهد هذا هذا تلفاز انظر هذا السلك أين وضع هذا السلك؟ وضعه في المقبس أحسنت يا بطل إذن هذا يعمل بمصدر كهرباء رئيس لماذا؟ لأن له سلك وضعه في المقبس الكهربائي انظر سلك التلفاز يضعه في المقبس الكهربائي عزيزي الطالب التدريب الأول هل أنت مستعد؟ هيا بنا اذكر الأجهزة التي تعمل من مصدر كهرباء رئيس في السورة المجاورة هيا بنا انظر فكر ثم أجب بارك الله فيك هذه المروحة تعمل بالكهرباء إذن هي جهاز كهربائي بارك الله فيك ولكن هل تعمل من مصدر كهرباء رئيس؟ دعنا نشاهد هذا مقبس أحسنت سلك المروحة وضعه داخل المقبس إذن هي تعمل بمصدر كهرباء رئيسي بارك الله فيك أيضا شاهد هنا هذا هذا المصباح هذا المصباح كهربائي هذا المصباح يعمل بالكهرباء انظر هنا له سلك وضعه في المقبس إذن هذا المصباح يعمل من مصدر كهربائي أيضا رئيس بارك الله فيك بطل أحسنت يا بني إذن المروحة والمصباح تعملان من مصدر كهربائي رئيس والآن ماذا تجاهد في الصورة التالية؟ انظر إلى هذا الولد فهو يلعب في هذه السيارة انظر كيف تتحرك السيارة هل هذه السيارة جهاز كهربائي؟ فكر معي أنا أسمعك أحسنت جهاز كهربائي هل تملك مثل هذه السيارة في البيت؟ هذه السيارة جهاز كهربائي هل لها سلك توصلها في مقبس الكهرباء؟ أم لها بطاريات في الأسفل؟ أحسنت يا بني لها بطاريات إذن هذه السيارة لا تعمل من مصدر رئيسي فلا نصلها في المقبس مباشرة بل لها حاملة بطاريات تعمل بالبطاريات كرر ورائي هذه السيارة تعمل بالبطاريات والآن شاهد هذا الرجل يقوم بالتصوير يحمل بيده كاميرا يلتقط بها الصور هذه الكاميرا جهاز كهربائي بارك الله فيك ولكن هذه الكاميرا انظر هنا هل يوجد لها سلك كهربائي نضعه في مقبس لا بارك الله فيك إذن هذه الكاميرا لا تعمل من مصدر رئيسي بل تعمل بالبطاريات انظر كيف نضع البطارية داخل الكاميرا إذن هذه الكاميرا تعمل بالبطاريات والآن والآن شاهد هذا هذا الهاتف المحمول انظر هنا هذا الهاتف المحمول يعمل أيضا بالكهرباء ولكن هل يوجد له سلك كهرباء دائما متصل فيه في مصدر كهربائي رئيس لكي يعمل؟ لا أحسنت يا أبوني فهذا الهاتف انظر هنا يوجد له بطارية هنا نقوم بشحن البطارية في الكهرباء إذن هذا الهاتف يوجد له بطارية نقوم بشحنها كرر ورائي هذا الهاتف يعمل بالكهرباء من خلال بطارية نقوم بشحنها أحسنت يا أبوني والآن عزيز الطالب هذا جهاز الحاسوب المحمول كرر ورائي جهاز الحاسوب المحمول هذا الجهاز يعمل بالكهرباء ولكن لا يوجد له سلك كهربائي متصل فيه بشكل دائم بل عندما ينطفق نقوم بإيصاله لأن له بطارية نقوم بشحنها حتى يعمل انظر هنا نضع سلك الكهرباء في الحاسوب المحمول فقط لكي نقوم بشحن البطارية لتنتلع ونقوم باستخدامها إذن هذا لا يعمل بمصدر كهربائي رئيس بل من خلال بطارية يعاد شحنها قابلة للشحن والآن عزيز الطالب التدريب الثاني هل أنت مستعد؟ هيا بنا أصل بخط الأجهزة الكهربائية التالية بالمجموعة المناسبة هذا التلفاز أحسنت يا أبوني هذا التلفاز هل هو يعمل بمصدر كهرباء رئيس أم يعمل من خلال البطارية أم يعمل من خلال البطارية قابلة لإعادة الشحن أجبني أحسنت يا أبوني يعمل من خلال مصدر كهربائي رئيس لأنه له سلك يصل في المقبس لأنه له سلك يصل في المقبس فلا يعمل من دون يصل هذا السلك في المقبس وأيضا هذا الآيباد هذا الآيباد هل يعمل من دون سلك؟ أخبرني أخبرني هل يعمل في بطارية أم بطارية قابلة لإعادة الشحن؟ بارك الله فيك بطارية قابلة لإعادة الشحن فنستطيع إعادة شحنه من وقت إلى آخر هذا جهاز التحكم الخاص بالتلفاز هل وجد له سلك؟ متصل بالكهرباء؟ لا أحسنت يا أبوني إذن هذا له بطارية بارك الله فيك انظر إلى هذا مكنسة الكهرباء مكنسة الكهرباء أخبرني هل تعمل من مصدر كهرباء رئيسي؟ أم بطارية لها؟ فكر أحسنت يا أبوني من مصدر كهرباء رئيسي وأنظر هنا هذا الحاسوب المحمول تكلمنا أن الحاسوب المحمول يعمل من خلال بارك الله فيك بطارية قابلة لإعادة الشحن فيمكنني أن أشحنه في أي وقت أريد والآن عزيزي الطالب تدريب الإغلاق هل أنت مستعد؟ هيا بنا أرسم دائرة حول الأشياء التي تعمل بواسطة مصدر كهرباء رئيس إذن نرسم دائرة حول الأشياء التي تعمل بمصدر كهرباء رئيس وأضع إشارة صح أمام الأشياء التي تعمل بواسطة البطاريات هيا بنا نبدأ هذه السيارة السيارة هنا تعمل بواسطة أحسنت يا بنيش بواسط البطاريات إذن نضع هنا إشارة صح على السيارة هذا مصباح هذا المصباح المحمود هنا يعمل بواسطة بارك الله فيك أيضا البطاريات نضع صح؟ انظر إلى هذا هذه المكواه هذه المكواه تعمل بواسطة ماذا؟ انظر هذا سلك إذن فهي تعمل بواسطة مصدر كهرباء رئيس بارك الله فيه إذن نضع دائرة هنا وهذا آيباد هذا الآيباد يعمل بواسطة ماذا؟ هل له سلك طيلة الوقت موجود داخل الكهرباء؟ لا، إذن هذا يعمل أحسن بواسط البطارية إذن نضع إشارة صح هنا وانظر هنا هذه الثلاجة هل تعمل الثلاجة بواسطة مصدر كهرباء رئيس؟ أم بطارية؟ أخبرني أحسنت يا بني مصدر كهرباء رئيس لذا نضع دائرة هنا والآن عزيز الطالب دعنا نتذكر ماذا أخذنا في درسنا لليوم تعلمنا أن الأجهزة الكهربائية التي تعمل بواسطة الكهرباء فهناك أجهزة كهربائية تعمل بواسطة مصدر رئيسي مثل هذا الجهاز له سلك يوضع في المكبس فإذن هو يعمل في مصدر كهربائي رئيس وأيضا هناك أجهزة تعمل بواسطة البطاريات فجهاز التحكم بالتلفاز يعمل بواسطة البطاريات في نهاية الدرس أتمنى لك عزيز الطالب التوفيق والنجاح إلى اللقاء في الدرس القادم تعمل بواسطة البطاريات تعمل بواسطة البطاريات تعمل بواسطة البطاريات